حلو أربع يوم؟ أربع يوم بنت بنت لا والله شباب كيف كنت على بخير؟ رجعت لكم بمقطع جيدة مقطع اليوم اللي حيكون من السلسلة تكون المفضلة السلسلة الفريت وبلاي الحلقة الخامسة حسب ما أتوقع الحلقة الخامسة المهم بمقطع اليوم لح نشوف شو صار بالحساب آخر التطورات لأنه إلي فترة طويلة ممسجل فيه وقال لكم عندي مش بسارة أنه المقطع اللي حيكون طازج بشكل مو طبيعي طازج كلمة جيدة بس لا خلينا استعمل حديث التصوير أو أنه حيتصور بشكل سريع من وقت التنزيل حتسألوني أنه طبيعي بس لا لأنه آخر مقطعين من هالسلسلة صورتهم من ما يقارب عشرين يوم بعدين نزلتهم يعني نزلتهم بفارق عشرين يوم عن تصويرهم فكتير الناس انزعجت من الموضوع وشعن هيك لا حيصير ينزيل لكم مقاطع سريع وطبعا في سبب لهالشي بس من شاء الله ممكن نحكي عنه بمقطع مفصل أما حاليا دعونا نركز على اللي عنا بالحساب بدنا نوقف شوي مقطع الفري تو بلاي وبدأ أحكي معكم بشي جدا مهم واللي هو التصويت اللي صار تصويت اللي كان بشأن محتوى القناة وشو اللي حصير نزلوا بالقناة أو بشو حا استمروا وما إلى آخره هلأ أنه نزلت تلت خيارات وكانوا أما أنيمي وغينشان إمباكت أو غينشان إمباكت وألعاب منوعة أو غينشان إمباكت وألعاب منوعة أو مقطع انيمي أو مقطعين بالشهر تقريبا أغلب الأشخاص أو مول أغلب بس النسبة الأكبر صوتوا لأنه انيمي وغينشان إمباكت بس هلأ أنا بشكل عام ما عندي مشكلة مع غينشان إمباكت ولا عندي أي مشكلة مع عالم الانيمي وأنا شدين بحبهم بس بنفس الوقت الألعاب المنوعة أنا بشوف ممكن تساوي جو كتير حلو بالقناة وبنفس الوقت ما بدي قناتي تخسر محتوى الألعاب في حال موت غينشان إمباكت يعني مثل فورتنايت مثلا كانت بعزة وانشهرت وطلعت وهي بس بالآخر ماتت فأنا ما بدي يصير هالشي مع غينشان إمباكت هلأ مو شي أنا بتحكم فيه بس هلأ أوعدين هالشي حيصير مع غينشان إمباكت نحنا بنعرف هالشي هلأ بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد ساعة ما بتعرفوا يا جماعة ممكن أنت تموت اللعبة بس يعني أنا بشكل عام ما بدي القناة تكون مرتبطة بشي واحد بشان ما تموت بشان هيك لح أرجع نزل التصويت بس هالمرة لح أعمل تعديل لحيكون من خيارين ولح أشرح لكم إياهون هلأ بشان تعرفوا انتونوا شو تصوطوا الخيار الأول هيكون واللي هو غينشان إمباكت طبعا هي أكيد هتكون موجودة فغينشان إمباكت زائد ألعاب منوعة ممكن في حال ما عندي شي نزله عن غينشان أو ممكن نزل مقطعين باليوم مقطع إضافي أو حسب شو بيصير معي إذا ما في شي عن غينشان مثل ما قلت لكم بينزل مقطع ألعاب من ألعاب منوعة مثل مثلا نزلت مقطع عن فورتنايت مبارح اللي ما شافوا يروح يشوفه بس هذا لا يعني أني حاستمر في فورتنايت أنا اللعبة كارحها أصلا بس حبيت جرب شعور أنك تلعبها بعد خمس سيزونات فممكن صير نزل التصويت عن ألعاب أنتو بتكون يعني إلعابة وبنشوف أي بتجيب أكتر نسبة تصويت ونلعب اللعبة يعني ما لي عاشق للعبة فورتنايت أو شي بالعكس كانت مجرد تجربة فحيصير التصويت أما Genshin Impact زائد ألعاب منوعة زائد مقاطع Enemy تقريبا ممكن نقول متوسط إذا نزلت بالشهر مثلا 30 مقطع يكونوا عشرة عن الأنمي أو 7 تقريبا يعني حيكون في اعتدال بين Genshin Impact والألعاب المنوعة والأنمي يعني لا حساب على الأنمي ولا على الألعاب المنوعة ولا عن Genshin لحيكون الأولوية لGenshin بالوضع الحالي يعني لحيكون الأولوية لGenshin بعدين ممكن نقول الأنمي وبعدين الألعاب المنوعة أو حسب يعني إذا كان في شيء مهم بعالم الأنمي أو شيء مهم بعالم الألعاب والتصويت الثاني اللي هو نفسه اللي هو بس أنمي و Genshin Impact وأنا بصراحة ما لي كتير مايل لهالتصويت أو ما لي كتير مايل لهالشي لأنه بصراحة أنا آخر فترة معا كتير عم تابع أنميات عم تابع بصراحة بس مو بشي شكل جدا كبير لأنه الشغل على القناة بده جهد كتير كبير فما عد حسنت كتير لتفرجع على أنمي صراحة بس إذا أنتو بتكون هالشي الموضوع وبيرجع لكم فشان هيك أنا عم نزل التصويت ما بدي إياكم تتأثروا بكلامي أنا مجرد شرحت لكم اللي حيصير فالتصويت صار عنكم Genshin Impact وألعاب ونوعة وإنمي أو بس Genshin Impact وإنمي ولفتي جدا صغيرة حابب لكم ياها نزلت لكم التصويت طبع شخصية ضد البوسات الخمسة وأغلبكم نختار مونا أنتو خترتوا اعزروني على اللي حقاعملوا فيه بما أنو حكيت وحكيت ففي شي حابب أن يضيفه واللي هو يا جماعة أنا لما بساوي مقطع وبصور وبتعب وهي وبالآخر بيجي يدعم جدا بسيط فأنا بتحطم الصراحة يعني مثل يصار مع مقطع فورتنايت مباري حلق بعرف ممكن بعضكم ما بيحب اللعبة أو هيك بس ممكن يفود يكتب لي تعليق إنه ما بيحب اللعبة أو يعطي المقطع فرصة أو يعمل أي شي بس بصراحة يعني حتى لو ما عجبك حدس لايك ما عندي مشكلة بس أنا بنأهر لما بسوي شي بتعب علي يعني حتى لو بياخد وقت وتعب ومجهود جدا كبير وبالآخر ما يجي بأي دعم والله شي مسعج وأنا بنزعج من جوا فأنت حتى لو ما عجبك المقطع فيك تقول إنه ما عجبك تحدس لايك أو فيك تحط لايك وتطلع أو فيك تشوفه وتشوف بركي بيعجبك المقطع يعني مو شرط إذا عن فورتنايت يكون سيء ترى نحن منضحك ومنتسلى فيه بالمقطع وأصلا ما كنت فيه لحالي مثلا وحتى لو كنت لحالي المقطع بيكون متعب وتصويره مو شي سهل وبياخد مونتاجه وما إلى آخره فبتمنى تصير وتعطر مقاطع فرصة ترى عندي كتير أشياء حلوة وإبداعية خارج سلسلة الفري تو بلاي وخلونا نرجع للمقطع بشكل عام بارح نزل بانر كوكومي مثل ما شايفين هون فوق على اليمين عندي كله وإشعاره تقريبا مع ده الشنطة المهم فخلونا أول شي نفوت على البانرات منشوف معنا كوكومي نزلت فيه شنطة شو بدي يا واللي عندي يا أصلا شنطة شو عندي بدي شنطة شو جيبه C1 وبدي بيدو وبدي روزاريا صراحة بدي حاول جيب روزاريا C2 وبيدو C4 بس ما أفظن أني حسن فتحها الفتحات كله لأنه بشكل عام ما بدي كوكومي هلأ من الأشياء اللي أنتم يمكن مستغربين أني ما فتحت نهائيا ببانر بال وما عندي أي بريموجيم هلحكي غلط لأني قبل ما يروح بانر بال بساعة واحدة يفتحت بانر بال بشكل بسيط مو شكل بسيط يمكن عشر وشات أو كانوا أكتر من عشر وشات لحط لكم ياهون إن شاء الله بنهاية المقطع المهمة المشايفين قدي معنا معنا فتحها واحدة فحافتحها هلأ ما بعرف إيسا هيكون موضوع جدا مهم بس هي السحبة الوحيدة وما فيه شي بعضكم هيسألني ليش ما تورجينا الهيستوري أكيد ما حورجيكم ياه لأنه حتعرفوا مين إجا فلا للأسف ما حتحسن تشوفوه من الأشياء المهمة كمان إنه إذا منيجي عالشوب لهلأ ما اشتريت هدول الكرات اللي تلازم اشتريهم معكم وصور معكم هاي قدامكم عم نشتريهم لتبعات هالشهر وكمان الكرات الزرق هلأ هلأ منشتريهم ما فيه أي مشكلة بعد ما فتح من جمع منول يا رب ونفتح السحبة الأولى إن شاء الله ما تجي كوكومي إن شاء الله ما تجي كوكومي لأنه موانا وكوكومي بحساب واحد لأو حطم بشكل جدا كبير بدي شينتشو السيوان الصراحة بدي شينتشو السيوان أكتر شي نفسي فيه وأربع نجوم حلو شينتشو شينتشو روزاريا يلا روزاريا مو سيئة روزاريا مو سيئة بس إن شاء الله تجينا السي تو ما في شيو السحبة الأخيرة كمان ما فيها أي شي طيب ونطلع وخلونا نروح نشتري كمان ويش كمان من الشب لأنه فينا نشتري واحدة صار ونجي ونفتح تنتين بالبنار الأزرق ما فيها أي شي وكمان السحبة الأخيرة وخلونا نشوف شو ممكن يجي فيها وكمان ما فيها أي شي إن شاء الله رحكمل تفتيح ببنار كوكومي لحد ما أحسن بشتري الكرة الثلاثة البقيانين هون هذول اللي حتا جيبهم لازم تفتح فحضل فتح لحتى جيبهم وبعدين حوقف عن بنار كوكومي الصراحة لأنه متل ما بتعرفوا أخر شي تطلع لي مونا يعني هلأ مضمون شخصية البنار وبصراحة كوكومي ما بديها وخصوصا بهالحساب ولا حتى بحسابي الرئيسي ما بديها مو يعني إنه سيئة ممكن تركب مع بعضكم وتعجبكم وتلقوهم ممتازة وهي شخصية أوكي جيدة بس مو من الشخصيات اللي بتستهويني الصراحة ولا طريقة لعبي بتناسب معها المهم هلأ إذا منفوت منشوف أنه جبنا روزاريا وطبعا كمان بنهاية المقطة هيكون في وشات فانتظروا شوي المهم روزاريا إن شاء الله ناوي طورها ومعنى كتب تطوير كتير حلوين مثل ما شايفين لأنه كنت أقرب الوقت إلعاب غيمة كتب التطوير كتب التطوير كتب التطوير طبعا هي غير موضوع تلبيل الشخصيات لأنه بشكل عم لازم نلبر الشخصيات كتب المشايفين رانج في العالم صار 34 34 شي جدا عالي وعم حاول أوصل إلى 35 بأسرع وقت بشان نحصل وصل لأي نظامه لأنه أغلب الإيبنتات عم تصير فيها وعم تروحها علي وهذا الشي مزعج جدا أنه ما عم بحس نجيب بريموجيم من ناحية الإيميلات إذا منفوت فمنلاقي إنه الشركة عطيتنا 60 بريموجيم هدية فمناخدهم ومن ناحية الأخبار فبظن كلكم بتشوفوها بس خليني إيميل لأنه بنزعج لما بشوف إشارة تعجب هاي إنه خلص ما عندي أي شي هيك أريح من ناحية الأصدقاء فخليني شوف جايني أربع طلبات صداقة صراحة بظن أنه هدول الأشخاص أنتوا اللي عم ترسلوا لي الطلبات فأنا ما عندي أي مشكلة قبل ناس عم تلعب اللعبة ويمكن هذا بادي كمان معي السلسلة free to play ما بعرفها ما عندي أي مشكلة خلينا نقبل ونقبل ونقبل بس هاد ما أقبله أو هاي ما بعرف إنه الاسم غريب الوصف غريب وبتذكر إنه أرسل لي من زمان يعني قبل ما حتى تبدأ السلسلة كتير تنتعش في الغاء وإذا إنك أحد المتابعين أرجع أرسل المرة تاني وعزرنا على الرفض منرجع من رد لهون ومنستلم الـ achievement لأنه فيها كتير بريموجيم كتير حرفيا كتير يعني يمكن نبتح لنا وش أو أكتر ومنستلم 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 وهكذا طبعا لسه ما خلصنا هي هون عندنا 15 وهون كمان عندنا 5 وهون عندنا 15 أما هون فعندنا بس 5 والمكان الأخير 5 وخلصنا طلعنا بعدد حلو من الـ بريموجيم وعندنا وشفة ليش لأ مو 5 نجوم الحمد لله والله خاف تجي 5 نجوم حرفيا خاف تجي 5 نجوم المهم منطلع وهيك بظن خلصنا من موضوع الوشات ما عد الوشات يحشوفوها بنهاية المقطع ببنار بالد إذا ما نفوت على البتل باس فالرانك بس 5 للأسف ما تزداد كتير لحاول وصله 10 أو 20 قدي بقيان للبتل باس اللي ينتهي 15 يوم ممكن نوصل للعشرين لحاول 20 25 30 شاء الله بوصل لأبعد ما كان فيه الآن العبقر اللي فيكن العبقر اللي فيكن اللي كان مركز بالمقطع منيح اللي حيشوف من الشخصية الأربع نجوم اللي إجتني من بنار بالد وكمان قررت أني ما أصل لقتها بالمونتاج لأنه هي طلعت بالغلطي ممكن طلعت إن كان لأ وقت فتحت الشخصيات هون فإذا أنك شفتها وعرفت من الشخصية فمبروكها لك أنك عرفت هالشي بس إذا ما شفتها فيك تير رجع أو تنتظر لنهاية المقطع بتعرف ورأيي انتظر الحماس بيكون أحلى مع الكلب المهم من ناحية الكتاب الصفحة منتهية هون وأنا امتكد أنه كثير تقريبا منتهي من بعد بس هخلي الحلقة الجاية لمهام الكتاب للصفحة 4 5 6 حيكون المقطع الجاية مخصص لمهام الكتاب بالناحية الثانية فهم نفوت على الإيفنتات وللأسف هالإيفنت لسه مسكر عندي في مهمة معينة لازم إن هي لا ينفتح إن شاء الله لح ساويهم لمهام ينزوم وبأسرع وقت المهمة بنجيه على التستران لسه ما عملت التستران إن شاء الله حاعمله الحالي يعني أي حدا ممكن يعمله فما بظن الزامي إني أعمله معكم هذا البري أو اللي بياخذك على العالم البيت أو أيا يكون إن شاء الله بأسرع وقت يحاول جيبه وبظن هذا كل شي ممكن ورجيكم إياه حاليا وبظن إني استعرضت كل شي ممكن حاليا فخلونا نروح نلعب شوي بالعالم نساوي مهمات ونستكشف بعض الأشياء ونلفل شخصياتنا مثل ما شايفين معي 106 ريزن في مهام الأدفينش الرنك بما أنه طلعنا بالرنك في المهام اليومية كمان ناوي يساويها معكم المهمة بنجي لهون بنفتح ورنك 30 31 32 33 34 وماشاء الله الجوائس فعليا حلو على رنك 35 كمان حيكون في أشياء جيدة وعلى هون الكويست حتكون متازة فيني سويها لا لسه ما فيني سويها ما شاء الله عندي كويستات بالهبل يعني ما سويها يمكن أنطمر بريموجيم إن شاء الله كله حساوي بإذن الله صراحة عم حاول قدر مكان ما سوي شي خلف الكواليس بس كمان ما فيني صور كل شي بالتفصيل يعني بما أنه إجانا وشفة واحد اثنين ثلاثة حتى بدون مععد فتحنا وما حيجي شي فيك العادي فسكب ومشي وعيش حياتك أهلا متل مشاهبين بشكل عام هون في كم تليبورت ما نفتحوا في هذا الدومين ما نفتح وهذا الدومين هون ما نفتح يعني في كذا شي ما نفتح وهون تليبورتين حاولت أفتح قدر الإمكان بس ما خلصت الماب لسه بس يعني حاليا تنقل صار بالنسبة لي سهل خلونا نروح نبدأ بالمهمة اليومية الأولى ونشوف شخصياتنا بأي مستوى من القوة هنا حاليا إن شاء الله كيف حيصيروا مستقبلا أو يمكن بها الحلقة حتى يعني وأكيد منستعمل الحركة السرية حركة سايو بشان ننتقل بشكل أسرع بدون ما تروح من النسطة منها وهيك منصلنا بشكل جدا سريع ومندخل بالفايت على السريع ومننجلت جلدا مبرحا يا أخي نويل يا جماعة نويل شخصية ولا كل الشخصيات الصراحة متكاملة تقريبا يعني فيها كل شي بدك يوم عندك نويل يمكن ما لك بحاجة أي شخصية تانية باللعبة كلها يمكن لأنه هي هيلر بتجيب دمج عالي تعطيك درع شخصية أسطورية بكل ما تعني الكلمة من معنى أسطورية وانت شو وضعك انت ودرعك جالططني الخطة باق رغم أنه ما كان بدي استعمل الألمانت البرس حلا حتى الخطة باق ما نشحت مفروض هلأ تنتهي انتهى عمره هلأ منروح منكمل جزء التعني منهم وهذا بلدرع الحمد الله أول شي حطوا الألمانت البرس تبع شينتشو هايك الوضع بالسليم صراحة بتمنى قبل مايروح البنر أحسن نجيب شينتشو سي وان صراحة كثير نفسي بشينتشو السي وان بلاقي من أهم السيات بالنسبة له وهيك نكون أنهينا المهمة اليومية الأولى خلونا نروح موعد ثانية نروح نفتح ويش ونقول يا رب ونفتح وما فيها أي شي يلا الحمد لله عليك الحال في عنا وش كمان تن 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 في عنا وش في يلا نروح نجيب السريع ومنقول يا رب ونروح البنر الأزرق ومنفتح وأربع نجوم ما في أربع نجوم يلا الحمد لله عليك الحال منطلع ومنكمل وصلنا لعندن وما بظن لا بظن حيسببوا لنا مشكلة ولا وبسيطة لأنه دي بي اس عندنا كهرباء فما حنستفيد من قدراتها يعني بس يلا الفيزيكال دامج بونس عندها عالي كمان كتير فالوضع ممتاز حيكون وهيك منكون أنهينا هون حتى ببساطة كتير ومنحكي مع الأخ هون كالعادة يعمل سكيب لك الكلام واختر أي خيار وتنننننخلص ما خلص بدي يعني روح لهنيك من هون دكتبعتني لهنيك لحظة 300 متر يا ظالم أكتر من 300 متر بيبقالنا 90 متر يلا لح نركض وما عنا حال تاني يعني بدنا نركض سوف نعاني قليلا وهيك منكون وصلنا وحط سايو يلا على السريع طبعا هاي اللي بيشوفها يا جماعة بكل بساطة هات شخصية هواء ووقف جنبها تعمل قدرة الهواء تبعها وبيمشي الحال هيك الوضع تمام ما معرف ليش عم ساوي المهام اليومية معكم بس شفت ناس عم تقول أولا نخلي الحلقة طويلة فعم حاول طويلة هيك تاني عم يقولوا ساوي مهام معنا فبتكن هام معكم هي مهام معكم فاكتبوا لي رأيكم انه إذا هيك انتم مستمعين يعني عم ساوي كل شي معكم وورجيكم ياب التفصيل الممل ومنضرب 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 وما كانوا يموتوا تيتشينك خليا تنهيهم وخلصنا تيتشينك خليا تنهيهم وخلصنا تيتشينك شو مراضي يتحبى الألمانتل سكيل تبعه أو ينتهي وقته يعني على هواي طبع ليش سكريفش السورد طراحة نفسي فيه كتير وهيك نكون أنهينا لمهمة اليومية التانية ومنجي لهون على المدينة الثلجية وفي عنا مهمة يومية ثالثة طبيعي يكونوا ثلاثة لا حتى أربعة فيه كمان فصبركم يا الله ليش وضعي مع أصحاب الدرع جدا حلو يالله ممتاز هيطار درعه ما شاء الله أسرع خطة للطير درع أي حدا من الأشياء الحزينة بهالحساب انه ما طرع لي بنت لسه وساوي طرع طلي بس C0 لو كانت C1 الصراحة كان أفضل بكتير ولكن يالله الحمد لله على كل حال لهلأ الوضع بس سليم على ما أظن ما لنا معانين يعني شوي خلينا ننزل هاد ونعمل و بعدين ننهيون بقى هادا السلايم حيكون شي بسيط جدا و بيبقى لنا آخر أربعة و ضغري الألمانتال برست و ليس سكل وبعدين الألمانتال سكل مرة تانية و الألمانتال سكل و خلص أنهيناهم الصراحة كثير بتعتبر مهمة ممتعة لأنه أنا بحب المهام اللي بيكون فيها قتال لأنه ممتعة أكثر من مهام روح فيه و ما بعرف ببعتك تروح تطبخ له طبخة بحياتك مسمعا فيها و يا ريتا طيبة حسنا ما دقتل الطبخة بس يعني أكيد ما حتكون طيبة لا إله إلا الله هو والدرح ما كان يعرف ينكسر لا حنموت من البرد فمنجي من الدفالنا شوي و منموت على الطريق وهيك مكون أنهينا المهمة اليومية أو المهام اليومية و خلاص بقى و أخيرا جلطني يلا إلى المهمة الأخيرة هيك مكون وصلنا على المهمة اليومية الأخيرة تبع اليوم و خلونا ننهيها و نستلم الجوائز تبع المهام اليومية اللي هي ستين بريموجيم لا إله إلا الله هلأ هو وقت تطلع على الشجرة يستعمل البرد تطلع على الشجرة لكن نزلنا مجمدين نزلنا مجمدين و اختفى هداك لما عملت البرد حظي حظي شغليه و المطر خليني اتأثر بالمي فهو ثليج لماذا كل الناس بتغربت وتقول ثليج؟ لماذا مو ثلج؟ لأ صرت أيلة ألف مر غلط ثليج و لم تنقل الغلط لما بكونوا عم بلعب معرفة قد يقعوا و مصور لما بكونوا لحالي يا الله الثلج تطلع بشكل قراطي خلصني بقى خلينا ننتهي من هذه المهام و نرتاح نفسيا وهيك منكون أنهيناها و أخيرا و منفوت لهون و نستلم أنهينا المهام اليومية نجي لعن كاثرين و منستلم الجوائز تبعتنا اللي هي 500 أدوين شرانت و 20 بريموجيم هاي اللي بيهتم بصراحة لهم الباقي مم مهمين أو هاي مهمة كمان يعني هايك منكون نستلمنا كل شيء بس لسا بدي أرجع فوت لعن كاثرين و نفوت على خريطة لهون و نرجع نبعد شخصياتنا على المهام تبعتها أمبر و نويل و هون مين حطينا كيتشين و منفوت كمان على البتلباس و ما أنه عملنا 10 ماين أو أنه كسروا كريستالات أو أنه جمعوا موارد شو كان اسمها يب موارد مثل الفحم و هالقصص فناخد جائزة هي مو فحم ما في فحم دهب ألماس لا حتى دهب ما في أي شيء بالحياة خلص أنت وصلت للفكرة هلأ هاي حاملة هاد السيف يا الله مالي عم بحس نقتنع طيب المهم هلونا نروح نقاتل التنين بما أنه تجدد البوس هالأسبوع ولسا ما لعبته ولا مرة فإلى التنين هاي إجعلنا شي ممتاز نسوي بها الحلقة تنين رغم أنه باقي لي شوي وتصيران 35 و بقاتلوا على مستوى أصعب بس الصراحة ما أحسن وصرنا 85 بعدين صور بنفس الحلقة من دي انتظر للمقطع الجاي و لا ما بدي هالشي خليني يصوروا اليوم لأنه بدي ينزلكم بكرة كما رأيكم قدامكم أكيد لا أضغط على شين 2 مثلا أو نويل وورجيكم الشخصيات أبدا أبدا اللي لم يشف الشخصيات اللي طلعت بيشوفها بنهاتها المقصة وصلنا للتنين وهيا سوف نرى ماذا سوف يفعلوا معنا إن شاء الله ما نموت ولا مرة أتمنى يلا وأخيرا نزل ودمجني بس شوي بس شوي دمجني نجي لهون ونقاتل بنويل بشان ننهي الكيتشينج قام راح الدرع تبع نويل فبطلة تتهيل حظي حظي أشطوري واو ألتي كيتشينج أو الألمانتر بيرس بس هالقد بيروح من التنين ليش ليش لم كاترين يعني ليش هالقد تير كيتشينج مدعومة ملاحظين يعني عم تجيب أرقام خيالية أنا معكم الليفل خمسين بس المفروض تجيب أرقام أحسن الصراحة يلا بقى موت لاحظة خليني أفوت أكل ما لي نفس إرجاع يد التنين رغم أنه لسه هلأ بدينا بس ما بدي إرجاع يده شو عنا أكل خرجية تاك هل يمكن هاي ياب منيحة من الأشياء المهمة اللي بديلكون عليها ما بعرف إذا ورجتكن ياها من قبل أنه في عنا أرتيفاكت أسطوري تقريبا خمسة نجوم مطور لليفل عشرين مع عشرين كلبني كتير موارد لحتى طورته بس أني طورته وارتيفاكتات كتشينغ صايرة كتير ممتازة مثل المشايفين هادول الأربعة أرتيفاكتاته وعاطية الخامس بسنسيت شو هو يمكن ثلاثة نجوم ياب ثلاثة نجوم عاطية وقت ما غيرته لسه المفروض إن شاء الله غيره هلأ بس أنه ارتفاكت الخمسة نجوم هاد لقلادياتر الصراحة جدا ممتاز لأنه قلادياتر فبساعدنا من أول أتاك إذا منحط النقطات عطين وكريد دمجة عالي كريد ريت وإلمنت المستري وأتاك يعني هذا ارتفاكت مستقبل يمكن يكون جميل الصراحة حلنا نفلل كتشينغ وبنفس الوقت نوقعه لنشوف أدي سنحسن ننهي من هيلو أول شي يحط شينتشو الألمينتال بيرست بعدين يلا يلا أكثر أنت تستطيع مو أنت أنتي أنتم لأنه شينتشو كتشينغ أنتم يب أنتم هروب يا الله ما نفع الهروب لا نفع نفع نعمة نعمة عصب الترنيم يلا ننتقل إلى الأراضي الثانية منوصل 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 نجونا وأخيرا عن نفسي ما حاستعمله الألمينتال بيرست لأنه شفت قد يدمج وكان دمج سيء جدا ها يرى ها أيضا ها يرى ها يرى هيا ها يرى يرى اشتركوا في القناة بالنهاية لازم حطوا الألمنت البرست على آخر اللحظات اللي هي هلأ ممتأس ضربة الأخيرة اجت طيب صراحة كثير شكلنا حنطول مع التنين يعني نص دمه وشفتوا قدي أخذت فواحد اثنين ثلاثة انتهت التنين مثل مش عائفين حركة بسيطة جدا أبدا ما ضليت ربع ساعة مقاتل فيه أبدا أبدا اوكي موربع ساعة بس رقم تقريبي المهم ارتفاكتين اتش بي سيئ اتش بي كمان سيئ عزوا بالا لكم تعرفوا شو استفدنا من قتال هالبوس ولا شي او لا لا استفدنا 300 ادفينشوران شي خرافي قبل ما انهي المقطع بشان يكون مقطع منتع لكم ومثل ما طلبتوا يكون طويل فمعي 80 ريزين لحستعملون لآته البوسين من البوسات الاول لحيكون بوس كيتشينج اللي هو هاد والبوس التاني لحيكون البوس الخاص اما بي شينتشو اول خاص بي نوة للصراحة لسا ما خررت بس هلا منشوف بعض مقاتل بوس كيتشينج رغم انه كيتشينج اقل شخصية بدها موارد منهم من هالناحية ويمكن صار معي حتى زيادة عن اللزوم بس معلش ما عندي اي مشكلة ادي معي لحظة اخرين انا اتأكد معي وحدو 30 لا بظن بدنا كمان بدنا كمان وفي الاحوال يعني في عندي شخصيات كهربائية تانية بده تطوير قبل ما ندخل خليني اخد معي شخصية امبر لانه هي شخصية بايرو هتفيدني جدا هون هتفيدني بالزات ضد النهاية تابعه لما بيصير بالنهاية لما بيطلع لك احجار ما بتتكسر الا قوة الماستري فالوحيدة اللي ممكن تفيدني امبر ففعلا بحاجتها وهون بدنا نستعمل الفيزيكال وخوة شينتشو يعني بشكل عام بدنا وقت بسيط لحتى ننهي هالبوس مو بسيط بس كمان مو هداك الطول يعني خلصنا ما كنتعرف توقع ممكن بعضكم مستغرب انه شون امبر عم تجيبها الارقام الخرافية بس هي مطورة للاربعين من اربعين وبنفس الوقت سلاحها خمسين من خمسين اوكي هو مو سلاحة بس السلاح اللي معها يعني كنت بتطورها بشان قاتل البوس الخاص بشينتشو لانه كارثة بصراحة يعني فبشان هيك مو شايفين امبر مطورة بصراحة امبر مش خصياتي جيدة يعني الناس ظالمينة يالله انتهي 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 للأسف على اخر مرة خلص انتهى مش الحال حط هي هون هل اضعني لحباتك اللحظة انه الانين mouths au انتهى اللح السا ما 5 أعمل مو شخص الان minutos مو شخص وهلأ المفروض ينتهي البوس واحد اثنين ثلاثين تهم وخلونا نستلم الجوائز ونقول يا ربه اثنين الحمد لله اثنين لانه اجت فترة بالبداية هلأ قديم هالموضوع ما بظن هلأ عاد ممكن بس كان يجيني واحد صراحة كان شي بيقهر جدا 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 لما بيجي واحد المهم خلونا نروح هلأ على البوس الخاص بشي نشوف حنقاتله ونطور الشخصيات وارجيكم الوشات تبع بناربال وننهي المقطع هلأ بالعادة بحساب الرئيسي معيين فهي بتساعدني بهالبوس او بال بس بهالحساب اللي احنا نجلط من هالبوس صلوصا لما بيجوا هدول اللي بيطيروا ورغم انه كيتشينك بتفيد يعني بالألمنتال اسكلتا باحها بس يعني وما علاو تسكتي مدري تسكت مدري ايشي ألمنتال بيرلست وانتهي بسرعة لو تسمحت ضضع بده دمج جدا عالي وما بيموت يلا واخيرا انتهينا منه الجزء الثاني سريع باسرع ما يمكن حطلهم هاد الدبدوب تبع امبر دمج بايرو بيكون شي جدا خرافي وهيك مكون انا هنا وحلو هايدرو هانتر صياد الهايدرو اوكي بريمو جيم هاي محاطر استلمها بعد مليون مقطع لا هنستلمها قدامكم هالخمسة بريمو جيم يلا جابتهم يلا واحد اتنين ثلاثة هلا اتمنى يب ممتاز ما لنا بحاجة امبر حاليا كنت بحاجتها من قبل بس هلا الوضع ممتاز هلا انا ممكن في عندي شخصية بتي ممكن تساعدني اذا بحطها بس ما حطيتها بتعرفوا ليش؟ لا ما بتعرفوا ولا انا بعرف لا بنعرف امبالا المهم ما حطيتها بشان ما تحسنوا تعرفوا مين اجاني وبظن هيك كتير قربتلكم لتعرفوا مين الشخصية اللي اجت اذا لسا انك لهلأ ما عرفت من اللي شفته قبل شوي او اللحظة اللي بيينتلكم فيها الشخصية حتلا ما بذكر اذا بيينت بس ما فرود تكون بيينت اسهلي عم بلعب معكم لغز ستظري كل مرة جاي اكتبوا صوت البص اكتبوا ليه الشيء بالتعليقات اوه وعم بضرب الماء بالماء ابداه هلا نحن نحتاجين امبر فعلا ما عنا امبر امبر في عداد الاموار وما فيني حتى ايماها لا 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 يعني اذا كيشينج ماتت انتهينا دعيني اكل كيشينج لانه اذا كيشينج ماتت انتهينا بصراحة مال يناوي ارجع عيده وما عندي هل اكل كثير بس يعني شي افضل من شيء أعطي 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 أطار عنده نصف فيه جيد المشكلة هؤلاء اللي بيطيروا والله جلطات ونويل ما لم طولة على هالحال خطش نشو خليه هو يتلقى الضربات بما أنه آخر هم يكون موجود شي ممتاز كم شايفين يلا انتهي ممتاز وهيك ما نكون أنهينا وأخيرا لحظة نويل باي باي إيه نويل باي باي ستكون موجودا المهم هيك أنهينا وبحرف تحزبت فيه بالعادة ما بيصير هيك بس يلا قدامكم ما بعرف شو بيصير بموضوع اللعب عندي مستوى بروح هيك منكون مفروض فينا نطور شين شو ياب فينا نعمل له أسند وباسم الله وأول شخصية برتفع خمسين من ستين معنا ومناخد منه ويش وخلينا نستلمها وهيك فينا نقول ألف مبروك لي وقلكم عا أول شخصية خمسين من ستين في كيتشين كمان بدي أرفعها بصنا قصة من هالموارد كيتشين كتم مثل موش هي فينا نعمل له أسند ومندخل أسند ونعمل له أسند وهيك صارت خمسين من ستين كمان ونفوت لهون ونستلم الوش الزرق الموجودة وإذا قلنا هون بدي عشرين وهون بدي عشر معنات اثنين وثلاثين وهون بدي عشر معنات اثنين وثلاثين يعني معي تسع وعشرين بدي جيب إذا عشو منكون خاصين من مورد كيتشينك البوس أو البوس اللي بيعطي مورد كيتشينك أو ما إلى آخره المهم لحرفع هلأ كيتشينك قدامكم للستين من ستين لأنه كيتشينك دي بيأسر رئيسي تباعي والشخصية جداً مهمة عندي بالحساب وأكيد لازم نرفعها فـ 1-2-3 وتم صارت ستين من ستين وهأبدأ جمع لموارد لأنه رانك 35 هو رانك القادم ونحن جداً قريبين عليه فان شاء الله كمان قريباً منرفعها للسبعين وأكيد كمان لازم نرفع شينك شو لأنه برأيها أحد أهم الشخصيات باللعبة كلها فـ 1-2-3 شينك شو صار ستين من ستين أمبر ماحارف عهر إلا ممكن لستقبلاً بس حالياً لا تاير لسه محسن جيب البوست طبعه او احسن قاتله لسه ولا حتى المورد فين يجيبه فان شاء الله بالمستقبل نوعين اللي بتعمل لأسند بإذن الله هلأ ناقصني بس هالمورد ممكن مش شايفين فما هأعمل الحركة المعتادلية واحد تين ثلاثة هلا أنا الصراحة ما كان بدي ساوية بس هي صارت لحالة بدون ما انتبعه والمورد صاروا جاهزين فمنعمل أسند وصارت خمسين من ستين ومناخد منها ويش كمان يعني صار عنا عدد محترم من الوشات ونول من الشخصيات المهمة جدا برأيه فكمان ستين من ستين صرفت كتير مورة وكتير كتب تطوير بس بصراحة ما عم روح على الفاضي شخصيات تستحق هلا في عنا روزاريا اللي طلعت اليوم لحطورة لأنه ممكن استعملها بالمستقبل بس بصراحة سبب التطوير الرئيسي اللي هو انه ناخد منها ويش فمنعمل هيك ومنطورها ومناخد منها ويش كمان بصراحة لأن نفسي شوف شخصيات 5 نجوم اوكي اكيد نفسنا شوف 5 نجوم حتى طلعت لا اراديا نفسي شوف شخصيات 4 نجوم من البنر الأزرق فمنقول يا رب ومنروح نشوف الهيستوري ان شاء الله تكون موجودة يبعد ريزر 1 2 3 4 ومعنى 4 8 وممكن نشتري واحدة بصير 9 9 المفروض يجي هو العشرة المضمون بس على 9 يعني المفروض يجي هاي الاولى ما فيها شي تانية كمان ما فيها شي منعمل اسكيب ومنروحها الثالثة بشكل سريع كمان ما فيها شي وهلأ اتأمل بالرابعة يا رب هلأ 4 نجوم للأسف ما فيه معنا تم مضطرين نروح نشتري الوش الأخيرة وبأسوأ الأحوال يسهلأ ما اجا 4 نجوم لح روح طور شخصية تانية ونشوف بس حلو 4 نجوم 4 نجوم بينت بينت بالله عليكم انتو خربطوا بينت صبي مو بينت ما كان قصدي بينت كان قصدي بينت بينت مو بينت الاثنين طايرو اوكي بس بدي بينت مو بينت يا الله يلا امبر يلا بيقولوا شخصية نادرة مو ممكن تجيك على فكرة حتى بحساب الرئيسي صارت جاي سيتو على مقظم وامبر يلا شخصية مو سيئة كتير فما بروكي علينا سيوان هون ممكن نصل للنهاية المقطع بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه برجع بذكركم لا تنسوا التصويت بتمنى منكم تروحوا تصوتوا لموضوع القناة شرحت لكم ببداية المقطع شو ممكن يصير بنظام القناة وهلأ برجع بلكون لا تنسوا تصوتوا لأنه هي آخر فرصة لهالموضوع اوكي جماعة وهون انا معكم بحساب الفري تو بلاي المفروض انتو تكونوا شفتوا حلقة انا ناوي هون حطوا الصحبات بنهاية المقطع انتو مثل مو شايفين هلأ فيه بانر بال باقي له 49 دقيقة ان شاء الله انا ناوي يصور حلقة الفري تو بلاي بنفس يوم نزول بانر كوكمي او بعد بيوم بس ناوي اسحب بانر بال ولو لمرة واحدة به السلسلة يعني نحاول على الاقل نجيب باله مثل مو شايفين معي الفين بليم وجم فحاول يا رب اسحب قبل ما حتى صور الحلقة يعني لسه الحلقة مو مصورة هلأ انتو شفتوها اصلا بس انا لسه ما صورتها هلأ المهم شبتكم بكلها دخلونا نسحب نقول بسم الله يا رب ومنسحب ويا رب خمس نجوم خمس نجوم اربع نجوم طرحك انا ودي بال والله العظيم من جواتي بدي بال تطلع لانه الاربع نجوم بالبنر القادم افضل من هالبنر بس انا كان نفسي ببال جدا 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 انت يعني بصراحة متأمل انه تجي باي شكل بس للاسف ما اجي خلونا نكمل نشوف مين حيجينا هون قوشو سارة كتير حلو اذا بتجي سي ون هل هالشي ممكن سارة سي ون سارة سي ون بعرف اني عم بطلب يمكن شي كتير بس سارة سي ون بتكون خرافية يلا يا رب يا رب اوكي بس جوجو سارة شي ممتاز شي ممتاز هكمل بالباقي اللي معي لانه هلا المفروض ياه السحب يالي بعدها اربع نجوم يب اللي بعدها نقول يا رب ومنسحب ويا رب جوجو سارة اربع نجوم سارة سارة اوكي اسوأ اسلاحة باللعبة بس على اقل جتنا سارة باقي معنا ويش وحدة ياريتني بدل ما اسحب لسارة سي وان كنت انتظرت للبنار الجاية بس يلا هذا حظنا وبقى معنا ويش وحدة ان شاء الله منخليها للمقاطع القادمة وروابط ديسكورد والانستغرام موجودين بالوصف وبنهاية لا تنسوا تصالوا على النبينا محمد اللهم صلي وسلم على النبينا محمد اشتركوا في القناة فيشتو بلاك سلام الآن